نشرت هيئة الأمم المتحدة تقريراً عن استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ بدء العضوان الإسرائيلي على القطاع ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة فإن حصيلة الشهدات الفلسطينيات تضم أكثر من ستة ألاف أم تركت خلفها أكثر من تسعة عشر ألف ياتين في القطاع على مدار نحو مائتي يوم هي عمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وأدى إلى استشهاد أكثر من أربعة وثلاثين ألف فلسطيني ووفقاً لتقرير نشرتهم منظمة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت فيه استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ اندلاع العضوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي هيئة الأمم المتحدة أكدت أن هناك أكثر من ستة آلاف أم فقدت حياتها من بين أولئك الذين فقدوا حياتهم وخلفت وفاتهن حوالي تسعة عشر ألف طفل يتيم التقرير حذر من أن النساء اللائن جين من وابل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية يواجهن الآن النزوح والترمل والجوع وغيرها من الصعوبات معربا عن قلق بالغ من أن أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن جوعا كارسيا يكاد يكون من المستحيل معه الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة أو المياه الجارية السلام والسلام وحده هو السبيل لإنهاء هذه المعاناة حتى وإن انتهت سيبقى أسارها لأجيال هذا ما أكدته الأمم المتحدة حاسة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الداعي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق